كرة القدم الأمريكية اللاتينية لم تكن جمعية كرة القدم الأرجنتينية تسمح بالتكلم بالإسبانية في اجتماعات مسؤوليها وكانت رابطة كرة القدم في الأوروغوي تحظر إجراء المباريات في أيام الآحاد لأن العادة الإنجليزية تقضي بأن يكون اللعب في يوم السبت ولكن منذ سنوات القرن الأولى كانت كرة القدم قد بدأت تتحول إلى لعبة شعبية وتتخذ صبغة محلية على ضفاف نهر لبلاتا هذه التسلية المستوردة التي تشغل أوقات فراغ أبناء الفئة الراقية كانت قد أفلتت من أصيصها العالي ونزلت إلى الأرض وراحت تضرب جذورها فيها لقد كانت عملية تحول متواصلة فمثل التانجو نمت كرة القدم انطلاقا من الأحياء الهامشية فهي رياضة لا تتطلب نقودا ويمكن ممارستها دون أي شيء آخر سوى الرغبة في اللعب ففي المرابع وفي الأزقة وعلى الشواطئ كان الفتيان المحليون والشبان المهاجرون يرتجلون مباريات بكرات مصنوعة من جوارب قديمة مملوئة بخرق قماشية أو بوراق مع حجرين يمثلان المرمى وبفضل لغة كرة القدم التي بدأت تتحول إلى لغة كونية كان العمال المطرودون من الحقول يتفاهمون على أكمل وجه مع العمال المطرودين من أوروبا فكان اسبيرانتو الكرة يوحد أبناء البلاد الفقراء مع العمال المهاجرين الذين يجتازون البحر قادمين من فيجو والشبونة ونابولي وبيروت أو من بلاد الصرب حالمين بتحقيق حلمهم الأمريكي وهم يبنون جدرانا ويحملون بالات ثقيلة ويخبزون الخبز أو يكنسون الشوارع لقد قامت كرة القدم برحلة رائعة فقد بدأ تنظيمها في المدارس والجامعات الإنجليزية ثم راحت تبعث في أمريكا الجنوبية البهجة في حياة أناس لم يدخلوا مدرسة في حياتهم على الإطلاق في ملاعب بوينيس آيرس ومونتي فيديو ولد أسلوب خاص طريقة خاصة في لعب كرة القدم راحت تشق طريقها بينما كانت طريقة خاصة في الرقص تترسخ في أفناء رقصة الميلونجا فالراقصون يرسمون زخارف ونقوش أزهار وهم يتحركون فوق بلاطة واحدة ولاعبوا كرة القدم يبتدعون لغتهم في الحيز الصغير جدا حيث لا تركل الكرة وإنما توقف وتمتلك كما لو أن القدمين هما يدان وبأقدام أول اللاعبين البارعين المحليين ولد العزف ولدت الكرة المعزوفة التي إصارت مصدرا للموسيقى وكأنها الجيتار وفي الوقت نفسه كانت كرة القدم تكتسب صبغة تروبيكالية في ريودي جانيرو وسوبولو وكان الفقراء هم الذين يثرون اللعبة بينما هم يحولونها إلى ملكية لهم هذه اللعبة الأجنبية بدأت تتحول إلى برازيلية بقدر تخليها عن كونها امتيازا لعدد محدود من الشبان الأغنياء الذين يمارسونها بمحاكاة تامة للأصل الأجنبي وقد أخصبت بحماسة إبداع الشعب الذي اكتشفها وهكذا ولدت أجمل كرة قدم في العالم تتشكل من انحناءات الخصر وتموجات الجسد وطيران الأرجل المتحدر من الكابويرا الرقصة الحربية للعبيد الزنوق ومن الرقصات المريحة التي تمارس في ضواحي المدن الكبرى كانت كرة القدم تتحول إلى هوا شعبي وتكشف جمالها السري وتتخلى في الوقت نفسه عن كونها وسيلة تسلية راقية وفي عام 1915 كانت إشاعة الديمقراطية في كرة القدم تنتزع التذمر من مجلة سبورت في ريو دي جانيرو نحن الذين لنا مكانة في المجتمع نجد أنفسنا مضطرين إلى اللعب مع عامل أو مع سائق فممارسة الرياضة آخذة بالتحول إلى عقوبة إلى تضحية ولم تعود متعة على الإطلاق قصة الفلا وفلو في عام 1912 جرت المنافسة في أول مباراة قمة في تاريخ كرة القدم البرازيلية أول مباراة فلا وفلو وقد فاز نادي فلومنينسي على فلامينجو ثلاثة اثنين كانت مباراة مثيرة وعنيفة تسببت في حالات إغماء عديدة بين الجمهور كانت المنصة مترعة بالزهور والثمار والريش والسيدات والسادة الراقيين وبينما كان السادة يحتفون بكل هدف بإلقاء قبعاتهم القشية إلى ميدان الملعب كانت السيدات يفلتن مراوحهن اليدوية ويغمى عليهن من الانفعال مع كل هدف أو يذقل عليهن الحر وضغط المشدات كان الفلامينجو قد رأى النور قبل وقت قصير في الحياة الكروية فقد ظهر من شرخ في نادي فلومنينسي الذي انقسم إلى ناديين بعد مشادات كثيرة وبعد كثير من صخاب الحرب وصرخات المخاب وسرعان ما ندم الأب لأنه لم يخنق في هذا المهدي هذا لابن المتمادي والمستهزئ ولكن الوقت كان قد فات ولم يعد بالإمكان عمل أي شيء لقد أنقب الفلومنينسي لعنته الخاصة بنفسه ولم يعد هناك من علاج للنكبة ومنذ ذلك الحين يكرس الأب والابن الابن المتمرد والأب المهجور كل جهودهما في الحقد المتبادل وكل مباراة ذروة فلافلو هي معركة جديدة في هذه الحرب التي لا نهاية لها الفريقان كلاهما يحبان المدينة نفسها ريو دي جانيرو المتكاسلة الخاطئة التي تسترخي بفتور متيحة للجميع أن يحبوها وتتسلى بعرض نفسها على كلا الفريقين دون أن تمنح نفسها لأي منهما إنهما يتبارزان من أجلها وتأتي هي إلى مبارزتهما مرتدية ثيابها الاحتفالية